عملية الطي والنشر تحدث في هذا البعد مثل عملية مثلاً مشي عيسى على الماء مشي الأنبياء والأولياء أصحاب الكرامات على الماء فإن الماء لن يجمد يعني لو مشى شخص آخر في نفس اللحظة التي مشى فيها عيسى سيغرق لماذا؟ لأن الماء لم يكن قد جمد لم يكن قد تحول إلى أرض يابسة ولو أمسك شخص برجل عيسى فإن عيسى ما تحولت أيضاً إلى سائل فسال على الماء رجل عيسى على حالها والماء على حاله إذن أين كانت القضية؟ كانت القضية التعامل مع البعد المجرد للمادة مثل ما نحن تعاملنا مع البعد الصلب فحولنا إلى بعد سائل فدخل في القنينة انتقل إلى حالة تكوينية أخرى البعد الغازي بشكل آخر البعد النووي بشكل آخر البعد النانوي بشكل آخر هناك بعد مجرد يعني الآن حينما نقسم المادة بالبعد النانوي هل تبقى المادة كما هي ستتقسم الأجزاء إلى شكل آخر البعد المجرد هو بعد آخر للمادة فعينما يأتي النبي يأتي المعصوم يأتي الولي يأتي الوصي فيمشي على الماء أو يمشي على الهواء هذا تعامل مع البعد المجرد وهذا هو معنى أن الأنبياء عندهم حروف من الإسم الأعظم أما أهل البيت فعندهم الحروف كاملة علم الكتاب بكله صحيح في بعض الروايات 72 حرف لكن الروايات أخرى بينت لنا حتى هذا الحرف أعطي لهم والقرآن يصدق ذلك أنهم عندهم علم الكتاب كل الكتاب لما عندهم علم الكتاب كل الكتاب يعني كل الحروف عندهم فهم عندهم بعد إحاطي بالأشياء ترجمة نانسي قنقر